مثلاً لأسر لي سنتين تقريباً ما اشتغلت ولا مسلسل بلا بس لأنه عم يجيني أعمال سخيفة ما بتحقق لون هذا الطموح اللي بالدنيا يعني أنا مثلاً ماني شايف ما اجاني ولا مسلسل كوميدي إلا ما كان تهريج يعني اجاني مسلسل لبناني اعتذرت عنه اه واجاني مسلسل تاني عفكرة هوني بالشام اعتذرت عنه اريت النصوص ما عجبتني حتى لأنا عم يشتغل بمسلسل يعني مع التلفزيون اه بعتبره كلاسيكي يعني مانو هيك بس لحنا فكرة يعني كمان مم المطالبين من الجمهور انه نطلع فبعض من الأحيان منطلع بالشكل اللي بده يا الجو العام القدرة اللي موجودة يعني هلا انت лازم تعرف انه بتلفزيون عنه اه قيمة الانتاج يعني كتير ضعيفة فلذلك لحنا بالنسبة اينا لما دعاونا تكاتفنا معهم واننا لراح نساعدكم لناعمل خطة انتاجية باسعار اقل بكتير بكتير يعني متصل ل 25% من الاسعار اللي بناخدها من شركات الانتاج طبعا كان أنا أول واحد مبادر بهذه القصة وفي غسام مسعود وفي رشيد عساف دعونا أنه أنتو بتشتغلوا بالرومة وتشتغلوا معنا أنه رح نشتغل معكم ولو كان الأجر قليل والأفكار شوي ضئيلة منشوف منساعدكم يعني لأنه نحن من الناس اللي ما طلعنا مرات البلد نعم فنحن حتى بهذا الوقت اللي أنتو بلشتوا هيك تستعيدوا العافية فيه ونحن ما طلعنا كل هالفترة بدون أي منية نحن مستعدين أنه ننقذ الدرامة السورية معكم حلو بس بإمكانيات ضئيلة كمان يعني فرصنا إلي له يعني بإمكانيات إنتاجية ضئيلة كمان فرصنا إلي له أدي الأشخاص اللي يجاوبوا مع الفكرة والمبادرة هلا أنا مثلا حكيت مع مرح جبر وأقنعتها أنه تكون معي بالعمال والإستاذ غسام عم نشتغل غسام بغير عمال يعني عمكي مجموعة عمال زهير قانوة كمان أقنعنا أنه يشتغل أقنعنا مجموعة من الشباب لما شافوني أنا أنه يعني بلشت بهي الأسعار اللي هي تقريبا أسعار حالة حرب عف نشان ما يعرفوا أنه هي أسعارنا يعني فأنا نحن أكي نحن يعني دائما كنا عندنا مشاريع ومنحاول أنه نشتغل شيء مميز بهي دراما فأنا كمان نحن لما بيصير الطلب لأننا جاهزين ومستعدين